التقارير التي أظهرت صور سكن فاخر قالت أنه سامة بلاد كان يقيم فيه كذبة ولا أساس لها من الصحة هذا على الأقل رأي جيران زعيم تنظيم القاعدة الراحل في بلدة أبو تاباد الباكستانية حيث قتل منذ عامين لا وجود لأي فلا فاخرة هذا كله محضو دعاية لقيا بلاد مصرعه في هجوم جوي وأرضي منسق نفذته قوات خاصة من المهنز الأمريكي ليضع حدا لحملة تعقب استمرت أعواما ثم بثت وسائل الإعلام الغربية صورا لفلا فاخرة تحتوي على كل وسائل رفاهية قالت أن بلاد اختار الإقامة فيها تاركا مناصريه يعانون الموت وشضف العيش في مجاهل جبال أفغانستان وباكستان وفي الواقع يبدو أن الفلا البذكورة قد هدمت منذ عامين لم يبقى منها إلا جدران متداعية غرف متوسطة بأرضية عادية وتجهيزات من النوع الذي أعهده سكان المنطقة